السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأكارم في كل مكان نصعد الله وعوقاتكم بكل خير سعيدة جدا نلتقيكم اليوم على الهواء مباشرة في الموعد في الموعد دائما نكون معكم في الموضوعات المختلفة ولا عندها علاقة مباشرة بمعاش المواطن حلقة اليوم مهمة جدا في الموضوع معايشين أننا الموجودين في داخل السودان ممكن كثير من الملاحظات بتكون عندنا عن تلوث بصري ممكن يكون موجود هنجي نحن نتكلم بالتفصيل عن ما هو التلوث البصري نتكلم عن التلوث البصري البيئي وأيضا سلوك الفرد هي ممكن يكون هو عنوان عريض ولكن كله جزئية منه عندها كثير من المعاني والدلالات ومترابطة أيضا مع بعضها البعض يعني التلوث البصري البيئي وسلوك الفرد عندنا الكثير جدا حابين نتكلم فيه عن هذا الموضوع وسعيدة جدا في المساحة ديكم معي على الهواء مباشرة وأستاذ علوية كباش اختصاص نفسي مرحبك كثير مرحبك وأستاذ رشا ومرحب المشاهدة الكريم وسعيدة جدا أن أكون في قناة الشروق اليوم مرحبك كثير إن إحنا هستعادة وأستاذ علوية لما يتكلم عن التلوث البصري يعني من الكلمة يمكن تكون هي واضحة ولكن بالتأكيد من النواحي الألمية عندها يعني توضيح أو تعريف أشمل والله إحنا لما نجي نتكلم عن التلوث البصري أكيد يعني حنتطرق للبيئة لأن التلوث البصري يعني عنده كمية من الأنواع هو بلا شك هو يعني أي منظر غير طبيعي أو أي منظر يعني بشويش البصر للإنسان بتشوفوا يعني في الحدائق العامة في الشوارع في المباني في أي حتة يعني هو ده تشويش البصر هو تلوث بصري نعم ممكن نكون في كثير من التعريف يعني ممكن نقول هي أي عناصر غير جازبة بتقع عليها عين الإنسان أو زي ما قلت تشويش أو حتى تشويه للمنظر العام وبيكون فيه نظر بعضا من الارتياح ده نحن نقدر نحتبره هو تلوث تلوث أيها بضع طيب لما نتكلم عن التلوث البصري بي يعني أي منظر أنا بالنسبة لي يكون هو ما مريح أيها للأفراد أو حتى للشارع العام موجود عندنا أي أن كان المجال أو النطاق المقصود مدى تأثيره على الفرد المنظر ما مريح ممكن يكون مدى تأثيره على الفرد وعلى الصحة النفسية للفرد أيضا والله لما نتكلم عن التلوث أكيد يعني لو تأثيراته النفسية المباشرة وغير المباشرة يعني نحن الحاجة دي إذا جينا نتكلم عن الناحية الإيجابية للأشياء البصرية يعني إن الله جميل ونحب الجمال يعني الوضع الطبيعي يعني إنه الإنسان ميال لحب الجمال يعني الوضع الطبيعي إنك إنت تشوف مناظر جميلة مناظر يعني تبعث الطمانينة في نفسك تخليك مرتاح نفسيا لكن لما نتكلم عن التلوث والتأثيرات النفسية يعني إنت طالعة من البيت مثلا طالعة من البيت يعني الحاجة تبدأ من البيت التلوث في البيت يعني الترتيب النظام الحاجات دي لها أسرة وإنت طالعة الشارع يعني المناظر المشاهد اللي أنت بشوفيها في الشارع يعني لها تأثيرات النفسية المباشرة يعني قد يكون إلاقيك منظر يعني إنت طالعة في الشارع إلاقيك منظر ماجمي يعني ليأثر يعني على حياتي كلها ويأثر على اليوم أو يأثر على سير اليوم في الأداة يعني في الإنتاجية لكله يعني سواء كان موظف أو طالب أو يعني شخص عادي قاعد في البيت الحياة يعني لها تأثيرات نفسية مباشرة يعني قابلتني معلومة دي برضو دلل سيدات كل ربات البيوت لو هي ممكن تراقب نفسها لما يكون البيت مرتب ومظيف وهي عامل البخور يعني حياتها مرتبة داخل المنزل بتلقاه هي نفسيا مرتاحة والعكس كمان تماما يعني زهو ما مرتب ما قادرها هي تقوم بواجبات المنزلية ما في مثلا واحدة ممكن أو أي شخص يقدر يسعيد في الأعمال المنزلية والبيت كله مقلوب على حاله فبتلقى إنه هي قاعدة زهجانة ودبرسة مكتبة فهي بتكون من المنظر في نفس الوقت تأثر على نفسيات وأثر على آداء أو أثر على تربية الأطفال بأثر في حاجات كثيرة فالحاجة دي هي سلوك يعني سلوك تربوي أو غيمة تربوية من البداية يعني حاجة تعليمية قبل أي حاجة الفرد لما نتعلم السلوك القويم والسلوك السوي بطلع شخص يسوي في الشارع في البيت أول في الشارع بعد ذاك للبجتمع يعني بيبقى نافع لنفسه نافع للمجتمع والآخرين يعني الحاجة دي من البيت هي تربية النظافة دي هي سلوك سلوك تربوي يعني غضعة ملاشرة نعم وكمان إذا البيت هو مرتب ترتيب كامل وإضطر الشخص يطلع مش إلى مكان العمل وأول ما يطلع في طرف الشارع بيقى أقوام بتاع الزباله فبرضه هو هنا عنده التأثير السلب على النفس التأثير النفس السالي بالضبط يعني أنت ممكن تطلعي وتلاقيك كمية يعني من القمامة تلاقيك يعني كمية من القطط من الكلاب من الأطفال المتسولين يعني هم يعني بيشيلوا من القمامة دي وعايزين يأكلوا يعني كمية من المناظر التي بتأثر نفسيا يعني وبتأثر سلبا على نفسي هذه وانت ماشي للعمل ممكن تكونوا بتفكر في الحاجات التي لقي فيها في الشارع تقلل من الإنتاجية في العمل يعني وإنت تمشي ما قادرة ما قادرة ألوة انت ما لاقي تفسير للحالة دي انت ما عرفه من الخلط غير انه ما لاقي تفسير غير انه يعني بتفكري في انه انت كيف تحل المشكلة يعني خصوصا يعني كمختصين نفسيين واجتماعي يعني الحاجة دي مفروض انه يكون عندها حل بتبدي تفكري فانت ماشي للشغل يعني بدلا ما انك انت ماشي يعني بيروح إيجابية بيروح إني كنت عايزة تقدمي حاجة بيروح إني كنت ماشي لحاجة معينة مجرد ما لقيت يعني مصهر ملفت للنظر سلبي أو أثر على نفسياتك سلبيا ما حتقدري تبدعي يعني حتى بكتوا فيك الابتكار الإبداع يعني الحاجاتي ما حتقدري تقدميها بالإنتاجية المطلوبة في جانب آخر بنجي نقول إنه النفايات ده كلها والقمامة ده كلها وعدم الترتيب ده كله نحنا سبب فيه يعني سلوك الفرد يعني هي عملية في الأخير عملية تكاملية فكيف الفرد بيسلوكه السلبي أيضا هو بيأثر على البيئة؟ الفرد بيسلوكه السلبي بيأثر على البيئة زي ما ذكرت ليك من الأول إنه الحاجة دي هي سلوك تربوي قبل أي حاجة وسلوك يعني نحنا نقدر نقول عنه مسؤولية المسؤولية دي هي فردية وجماعية النظافة مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية يعني أنت من البيت إذ علمت إنك من البداية ترتبي البيت تخلي المكان نظيف يعني تعلمي حتى أقفالك في البيت حتى ناس البيت يعني معروف إنه مكان القمامة وين يعني أنت شربت قارورة بتاعت مويا معروف داخل البيت بيكون في كل الذكرتي وده صح لكن في الشارع بتجي الناس احتلقوا في الشارع ما هو أنا بيع الشاي الكيز الشاي الورقة كله راعميها أيوا ده ده سلوك يلا مفروض يكون في ضبط مفروض يكون في قانون بحد المزألة دي يعني نحن الحاجة دي هي لازم نحن نتكاتف كلنا مع بعض لازم نكون في تضافر بتاع الجهود على أساس إنه نحن نقدر نقير ما هي الحاجة دي حب وطن نحن لازم نحب وطن عشان نقدر نقير ما لم نحن كلنا نتكاتف مع بعض يعني سواء كان على مستوى الأحياة سواء كان على مستوى المؤسسات على أي مستوى جماعي الحاجة دي ما بيكون فردية فقط هي أيوا السلوك فردي لكن المعالجة لازم تكون جماعية لأنه كل فرد بعبر عن شخصه طيب يعني الجزئية نذكرتها دي كل العمل بيكون فردي والقوانين المفروض تكون هي رادعة في أنه الناس يعني تدي الشارع قيمته ومكانته في النظافة في نفس الوقت أي بيت يوميا أو يوم بعد يوم عندهم أكياس بتاع الطمامة عايزين يطلعوها عربية بتجي مرة في الأحياء مافي في أي حي من الأحياء حاليا وقت الراهم منها استكدت أو كذا شهر ليورا ما موجودة الناس هتودي الأكياس دي وين يلا المفروض إنه يعني خصوصا إنه في فصلات خريف يعني إحنا في فصلات خريف وفصل يعني فصل حساس جدا فما ممكن أنت تنظف البيت عشان توسخ الشارع ما عملت حاجة لأنه الشارع ذا يعني تلقائيا لما إنت تطلع الغمامة للشارع أكيد يعني حيطلع الزباب وحيطلع البعوذ وفي النهاية حيجينا تقضي راجع للبيت أيوة أيوة الحل شنوية الحل إنه نحنا كلنا كمجتمع مدني يعني سواء كان منظمات أو أحياء أو لجان شعبية في الأحياء كلنا نحن الحاجة دي مع بعض لازم نحلها مع بعض على مستوى الأحياء لازم يقوم في جماعات تقوم بالدور ده يعني فيه منظمات شغالة منظمات طوعية شغالة لكن شغالة في مجالات تانية فأنا شايفة إنه بما إنه شغالة في مجالات تانية شغالة ومشي كويس يعني تضم الجانب البيئي للمنظمات أو لعملها الطوعية داخل الأحياء تمام يعني إذا كان كله حي يعني فيه زول بيقى مزئول من الحاجة دي من النظافة يا جماعة إحنا اليوم عايزين ننظف الحي ليه؟ لأنه خلاص يعني خصوصا إنه الأضاحي ومخلفات الأضاحي يعني في الفترة الآخرة دي بزات يعني البيئة ما شكي ترد مستمر يعني ظاهرة في الشوارع لكن أنا هي النظافة دي ما تبقى مشكلة ولكن أنا يعني في أي بيت عنده مخرجات وحيطلع يعني في أكياس عايزة تخلص منا طيب الليلة طلعناها بكرة طلعنا بعد بكرة طلعنا هتمشي وين هتقعد وين في هذا مكان وكيفية التعامل معها بصورة تضمن الصحة البيئية يعني ده ما صحة البيئة يعني الحياة دي لازم يكون فيها تدخلات لازم يكون فيها تدخلات من الدولة يعني نحن نخاطب أجهات المختصة نخاطب الأجهات الرسمية في أنه يعني التردي الحاصل وخصوصا نحن في فصلة خريفة تمام يعني لازم يكونوا معانا في حتة أنه لازم يوفروا البراميل بتاعة النفايات لازم عربات النفايات تكون شغالة للأحياة لازم الناس هم من نفسهم يعني يحسوا بالمزئولية الاجتماعية بخصوصا نظافة يقدروا يعني يضعوا مكان محدد للقمامة عشان يقدروا يتصرفوا فيه نحن إن شاء الله من خلال الحلقة ستكون معانا مداخلة هاتفية مع الأستاذ أيمن بشير التخطيط الاستراتيجي لأنه حتى كان فيه يعني اهتمام في الفترة السابقة اللي هو الأسبوع الماضي بفكرة النظافة في ولاية الخرطوم وعدد من الأحياء فعلاً ذكروا بأنه جاد عدد من الجهات وهتمت بنظافة المكان لكن حابين نشوف نحن برضو لقدام بعصد شنو بص الخريف طويل والأيام موجودة كيفية المعالج الصحيحة الممكن تكون ومن خلال الفرد يغير من سلوكه يعني حتى لو كان هو بقوم بتخلص من القمامة بطريقة سلبية أو خاطئة الفترة الماضية نحن نبدأ صفحة جديدة لأنه بأمان الشوارع فيها إشكالية يعني خصوصا الأحياء الخرطوم الشوارع الرئيسية فيها فيها شي من النظافة واضحة شوية ولكن الأحياء والمناطق السكنية فيها مشكلة كبيرة أيها ترد كبير والواضح تmoon بحر والخرطوم وبندرماني ثم كلها أيها 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 السلبيت تلبيت وكل الناس الحالية تشتكي من الزباب المالي المنازل يعني الزبابَ هذه blurry Essentials لأنه يعني السبب واضح السبب الإنسان يعني البيئة دي هي نحن بنأثر فيها وبيتدأثر بينها يعني والإنسان هو يعني الأكثر يعني الأسباب المباشرة هو السبب المباشر يعني في حيث الترديل البيئة يعني ممكن حديثك طيب لكن نحن محتاجين نخد فيه نقاط فوق الحروف يعني لأنه لما نجي نقول لازم العربية تيجي أو الجهات المسؤولة تعمل وكذا وكذا هما ممكن يكون عندهم مشكاليات في جهة أخرى وكي في مشكلة جاز في مشكلة عمال في مشكلة كذا كذا هي الخلت أنه العربات ما تصل للمواطنين في أماكنهم لأنه مثلا الخرطم دي فيها أطراف يعني كثيرة جدا في أحياء لحد ديوين ومناطق بعيدة جدا من درمان كذلك فيها حارات وفيها سكن بعيد جدا بحر نفس الحكاية يعني شارع المعونة والإنقاذ فيهم للنهاية ما معروف دي كلها مناطق سكنية محتاجة لأنه الناس تضافر مع بعض أفراد سلوك أفراد جهات أيضا مسؤولة وقوانين لها وكمان اهتمام تضافر الجهود مع بعضها البعض حنتواصل إن شاء الله في حوار مدهو سعيدين بوجودك أستاذ علوية وحنتكلم إن شاء الله كيفية المعالجات كيف نقدر نعدل سلوكنا كيف ممكن إحنا نعلم أبنائنا برضو إنه هما يحترموا الشارع ودهو قيمته زي ما هما بيهتموا بالبيوت في الداخل لكن نمش مع بعض نستمع لواحدة من روائع الفنان الراحل المقيم زيدان إبراهيم وحنرجع إن شاء الله أتواع سمعك أقول أصبر على الهجران أقول أن ساعة لا مستان أشوف أصبر فخن عسان كخل الغو والشدان أقول أصبر على الهجران أقول أن ساعة لا مستان أشوف أصبر فخن عسان كخل الغو والشدان أصبر على الهجران أشوف 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 أصبر على الهجران المترجم للقناة 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 موسيقى 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 الفرد. اه تكلمنا في نقاط كتيرة عند علاقة بما هو التلوث البصري وكيف سلوك الفرد ممكن يساهم اكتر في مشكلة التلوث البصري وكيف ممكن تأثر ايضا او يأثر التلوث البصري على الصحة النفسية للفرد فمنلقى انه فجأة مجموعة من الافراد او في حي معين الناس دايما في حالة يعني خلافات وخناقات ممكن تكون هي ما بين الافراد ناس شوية خلقها ممكن يكون ضيق دي كلها ترجمة لواقع هما عايشين من تلوث بصري فما في حل او ما في معالجات غير انه هؤلاء الافراد افراد حي معين يتضامن مع الجهات المسؤولة في الحي وينظفوا المكان يعني دي الحاجة وصلت لها مع استاذة علوية سعيدة بوجودك مرة اخرى مرحب بك كتير مرحب بك واتكلمنا في نقاط كتيرة عند علاقة بالتلوث البصري وايضا البيئي تحديدا وسلوك الفرد وكيف نحن ممكن من تربيتنا الاولى نقوم بالتشويح او بالتأثير او بالتلوث البصري بدون ما نجعر ممكن نعلم عليه حتى ابنائنا احيانا في بعض الاحياء نشيطة يعني في شباب لجان المقام ممكن يكونوا او اي تحت اي مسمى هما نشيطين في انهم يعني ينظف المكان اضربوا بوية مثلا لمكان لمركز لحي لمدرسة فبتلقي انه فعلا الحيضة مظيف ما فيهم مشكلة ما في تراكم لقمامة في اي مكان فبدينا احنا طبعا بنرسل لهم كل التحايا ونقول لهم ان شاء الله يعني ربنا يحفظكم متواصف في الطريقة لهم ماشيين فيهم اي مكان طبعا فكيف ممكن نقدر نساعدهم او كيف ممكن الجهات المزئولة هي تقدر تساعدهم بشكل افضل والله هو طبعا الجهات المزئولة يعني انا بحتبره ده شغل مباشر ودي حاجة يعني احنا مفروض كلنا ما اتفق يعني كمنظمات زي ما قلت لك جبالك وافراد اه لازم يعني الجهات المختصة تضامن معانا في الحيطة ده فانا بحيي يعني كانت في مبادرة نسائية قبل يعني كم يوم او قبل اول اسبوع الفات في مبادرة نسائية كانت جميلة جدا بتحويل مكان الغمامة الى محل يعني بتاع الستيار صحيح شوفت دي سيدة الخرطوم ثلاثة او الخرطوم اتنين ايو ايو يعني كان مبادرة دي جميلة يعني كان مصهر مصهر من مظاهر يعني السلوك الايجابي ومصهر من مظاهر يعني التغيير فzi ايه يعني حاجة جميلة ومبادرة طيبة جدا يعني لو كل الناس يختلت بيها وكل اللات عملت بيها اكيد كل الاحياء ستكون نظيفة ممم Xu meine lhadi هي ما صعبة وكل الناس ستكون عندهم يعني روح طيبة في النه saw كيدو في لا شك يعني الجه الناس يعني عايزة تنظفوا كل الناس عايزة تكون مكان نظيف وكدا يعني الحاجة دي محتاجة يعني مننا لتضافر بتاع جهود الحكومة يعني الحكومة مؤسسات المجتمع المدني المنظمات الطبيعية يعني كل الناس دل بخليني برضو أنا يعني لقيت الخبر دي وده حصل قبل كم يوم يعني أنه حمدوك وأكيد دعم الحكومة الاتحادية لحملة نظافة ولاية الخرطوم ده تأكيد لكلامك الجهات الاسمية برضو هي واقفة ومهتمة بالنقطة دي هو الخبر صراحة ليه كذا يوم لأن حملة النظافة هي بدت من الأربعاء الماضي طلع رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حندوق على الخطة النهائية لانطلاقة حملة نظافة ولاية الخرطوم التي ستبدأ يوم غدا الأربعاء اللي هو الأربعاء الماضي وتنتد لمدة 15 يوما وتستهدف كافة محليات الولاية جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء والي ولاية الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نيمير بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء سفير عمر بشير مانيس وأوضح حوالي الخرطوم أنه أطلع رئيس الوزراء على رؤية واستراتيجية حكومة ولاية الخرطوم لاستدامة واستمرار النظافة ده النقطة المهمة أنه سيكون في استمرار ليه وذلك بعد نهاية الحملة وبينا أن استراتيجية الولاية تهدف إلى مواصلة النظافة وتجميل العاصمة وإيجاد بيئة صحية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مشراً في هذا الصدد إلى أن رئيس الوزراء أكد استعداد الحكومة الاتحادية لدعم حكومة الولاية ومدها بما تحتاجه ده أيضاً نقطة مهمة جداً مضيفاً أن رئيس الوزراء أكد أيضاً همية الحملة التي تهدف إلى تضافر وتكامل الجهود ما بين السلطة الانتقالية والحكومة الولاية والقوات النظامية واللجان التغيير والخدمات والنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة العمل الجماعي نقطة أيضاً مهمة جداً ويعني الحديث دائماً الخبر اللي أنا جاريته فيه بشرايات كثيرة حتكلم معاك عن نقطة نقطة أستاذ علوية لو تسمح لي هطلح فاصل ونجي نأخذ إن شاء الله كثير من المحاورة المختلفة فيما يتعلق بالموضوع نأخذ فاصل قصير ونرجع من بعد إن شاء الله موسيقى 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 أهلا من الجديد ومشاهدهنا في كل مكان نتواصل معاكم في الموعد وموضوع حلقتنا لليوم بتكلم عن التلوث البصري البيئي وسلوك الفرد مرحبا بك مولا تاني أستاذ عروية مرحبا أستاذة رشا مرحبا بك كتير حقيقة دي يعني بشريات سارة جدا ويعني دي بتخلينا نحنا يعني نشجع العامل الجماعي عشان نحنا نقدر نصل لمرحلة إنه عاصمة خالية يعني من الأمراض أي تلووز بصري أي تلووز بيئي لأنه يعني التلووز لو جينا للتلووز البصري بنلقى الأثار بتاعته مترتب عليه كتير جدا يعني أثار نفسية لعدة الأثار نفسية حتى الأمراض يعني ذكا في أيوة تلووز بيئي يعني كفاية جدا يعني تضافر جهوده أيوة بالضبط يعني كفاية جدا يعني زي ما قلت الزبابة البعوض يعني الأمراض يعني نفسية وقسمية أمراض نفسي قسمية صحيح يعني عشان نحنا نقدر نصل للحاجة دي لازم كلنا يعني لكن لازم أستاذ علوية أصحاب الحي أو شباب الحي كل مترابطين يعني في بعض الأحياء كل شخص في حاله أيوة في بعض الأحياء الأخرى الناس مترابطين أو قديمين موجودين في حي مع بعض أيوة يعني ما ممكن نحنا نعول على الحاجة بشكل كبير وننتظر ونقعد مكتفين الدين على أساس أنه نحنا الدولة ما عملت حاجة نحنا ما نعمل لها ما هي سلوك فردي صحيح ومسؤولية الجميع يعني ما مسؤولية الحكومة كمبدأ أول يعني أساسا هي مسؤولية الفرد قبل ما تكون مسؤولية الجماعة عشان كده يعني حتى الأحياء اللي انت ذكرت بيها قلت إنه يعني آآ قد يكون ما حيين مثلا أو ما عندهم كل ذول في حاله أو كده آآ ممكن يكون في ذول واحد عنده تأثير طبعا ذول الواحد عنده تأثير ذا يعني إحنا نشتغل عليه وعلى أساس إنه شو نقدر ننمي منه حت ننمي فكرة إنه لازم الجماعة يكونوا مع بعض حتى يعني من الأحياء الأخرى من أي حتة يعني الناس تقدر تساعب بعض آآ ما شرطي إنه يكونوا شباب ممكن يكونوا سيدات زي ما شفنا سيدات الحي آآ الخرطوم ثلاثة اليوم كل التحاية على المبادلة الرائعة دي آآ لأنه شفنا يعني صور قبل وبعد انتشرت هي في السوشيل ميديا آآ شفنا أماكن قمامة وشفنا بعد كده إنه في مزهريات وفي شكل لساتك ملونة وشفنا مناظر مناظر يمين هنا يعني آآ بالضبط فالحكاية ما صعبة يعني ذات يعني شفت الإبداح كان فيها كيف وشفت التفكير كان فيها كيف يعني بالضبط الظلم أن يشوف مناظر جميلة بقدر هو يفكر بقدر انتج بقدر إبداع بعكس ما إنه هو يشوف آآ حاجات تلوث به وبصر وإبداع نتيجة سلبية يعني التلوث البصري ده هو من أهم من أهم الملوثات اللي بتأثر على الإنسان يعني وفي تلوث سماعي في تلوث عن طريق الشم في أي حاجة لكن التلوث البصري أكيد يعني مؤذي أكثر الأشياء المؤذية يعني للفرق التلوث البصري برضو بظهر لمن يكونوا أصحاب الحياة حابين يتخلصوا من النفاياتي ويأخذوها في مكان ميدان صغير مخصص أيوه ويجوم بحرقة أيوه ويجوم بحرك فبرضو دي عندها تأثير السلبي يعني على الصحة يعني الدخان الراجعة ده عنده سلبيات الكثيرة جدا يعني وكبيرة هو عنده سلبيات وكثيرة لكن يعني زي ما نقوله قدر أخف من قدر يعني بدل ما نحن نخلل الغمامة ونخلل حاجات دي تأثير فينا تأثير سلبي مستمر يعني حتى الأثر لمن يكون عندها آثار سلبية قد تكون آثار محدودة يعني أو ما مستمره زي ما يكون الغمامة موجودة وآثار مستمره ممكن كان محتاجين لو المكالمة جاهزة مع وصول زي ما بشيرة تخطيط الاستراتيجي بهيئة نظافة الخرطوم عشان لا أعرف التفاصيل يعني بنسمع كثير إنه مثلا فيه إضراب لعمال النظاف ونسمع إنه فيه طوعة عارفين كلنا مشاكل الوقود ممكن تكون هي موجودة وين الإشكاليات وكيف الحل وكيف المعالجات وإحنا كمواطنين نقدر نقدم للجهات الرسمية شنو عشان نقدر نحن ندعمها يعني محتاجين خطة إسعافية يعني عشان إحنا نقدر يعني نحارب التلوث البصري ده ونحارب التلوث البيئي يعني خصوصا إحنا في فصلة خريف يعني شايفة الملوثات نعم زي ما شفنا أيضا في الخبر إنه في حديث عن دعم أيضا الأفراد ديال أو الدعم المحليات بالمعينات اللي هم محتاجين لها من أدوات المظافة الموضوع بيكون صعب شوية محتاجين لعربات عالية محتاجين يعني ممكن تكون براميل كبيرة محتاجين لكثير من الأشياء يعني خصوصا إذا كان لها فترة طويلة عربات القمامة ما وصلت فالمنتوج بتاع القمامة يكون حجمه أكبر أيوة محتاج لمجهود أكبر محتاج لمجهود أكبر أيوة لكن أنا في رأي يعني إحنا ما ننتظر الحاجات لما نتجينا تمام يعني إحنا في الأحياء زي ما ذكرت قبل يعني ممكن أن الناس تساهم يعني بمبلغ بسيط أن الناس تساهم عشان تقدر تعمل الحاجات دي لأننا شايفين يعني الأوضاع يعني الحالية صحيح طيب إحنا معانا المداخل الهاتفية وستاذ زيمن بشير بتخطيط الاستراتيجي بهيئة نظافة الخرطوم مرحباك كتير مرحب السلام ومرحب بمشاهدي قناة الشروف ومرحب بفريق عمل البرنامج مرحباك كتير وستاذ زيمن طلعنا على خبر وشفناه أنه في حملة نظافة بدت من الأسبوع الماضي الأربع الماضي مش كدو نعم وهي للأمانة حملة صاحبي للقصد بيها أنه الناس تزيل التراكمات التراكمات هي مناطق بيتم فيها تجميع النفايات وأصبحت جبال من النفايات فالمعنى الحرفي للحملة هو حملة صاحبي بداية وبعدها ستعقب مراجعة لأنظمة التشغيل بتاعت النقل بتاعت النفايات على أساس أنه الناس تضمن خدمة بتاعت النفايات راضبة ومنتظمة نعم طيب أستاذ معلش أيمان ما أريد أن نرجع لورا لكن مهم جدا برضو تورينا شنون خلانا وصلنا للمرحلة يعني نصل مرحلة أنه كنت إصحاح به إلى أكوام والجبال من القمامة يعني طيب في الفترة التي فاتت يمكن كانت الفترة بتاعت الحظر بتاعت الكورونا نحن فقدنا جزء كبير من العمال بالإضافة لأنه يعني كان فيه توقف جزء كبير من الآليات الدماب يعني أنه الناس كانت واضفة الناس كانت شغالة برغم المخاطر اللي كانت محدقة بالناس إلا أنه يعني النقطة الكمية بتاعت العمال والآليات في الفترة ديكي يمكن هو عدى للتراكم بتاع النفايات اللي تشاف في الفترة الأخيرة ديكي نعم طيب حصل شنو لحد الآن في مسألة إصحاح البياء والنظاف عموماً وهي 15 يوم كلمنا عن الخطة بس بشكل عام طيب اتبنى البرنامج اللي هي حكومة الولاية متمثلة في الوالي حكومته وبالإضافة لمنظمات المجتمع المدني ممثلة في مجموعة نيدا الخرطوم ونفير وقوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى الدعم السريع والقوات الشرطية بأشكال مختلفة إلى جانب هيئة النظافة البرنامج برتكز على طبعاً ولاية الخرطوم تحوي أكثر من 136 وحدة إدارية يعني في مساحة شازعة جداً يعني الإنتاج بتاع النفايات كان عالي جداً البرنامج يمكن الآن لغاية فترة بتاعة الأربع أيام الفاتحة دي نجح إلى الحد المعقول في أنه يزيل الجزء كبير جداً من التراكمات الموجودة وإن كان الباقي أكثر لكن يعني هي بداية مبشرة أنا أتكلم أنه بداية مبشرة هذا بحساب الكمية بتاعت النفايات الواردة عندنا في المحطات الوطيطة وفي المراجم بتاعت المعالجة بتاعت النفايات النهائية نعم طيب المواطن شونو بيقدر يقدموه في المرحلة المقبلة عشان ما نصل المرحلة نحن فيها الآن هو شوفي يعني الراط الرمخ في المزألة دون نجاحة هو المواطن اللي بنعول عليه كثير شاهدنا أعظم ثورة يمكن انطلقت في القرن الواحد وعشرين هي الثورة المجيدة أنا بأفتكر أنه طالما كانت في مواقب تهدر وتهتف بالديمقراطية وبالسلام والعدالة نحن نحلم بمليونية النظافة الإنسان عماده النظافة الإنسان عماده النظافة الإنسان مفطر على النظافة أجمل ما سمشت اليوم في لقاء عابر في إذاعة الدانقة واحد مواطن ضفيد جدا قال يا أخوانا إذا عودنا أولادنا الصغار يشوفوا مناظر جميلة ونظيفة حيتفطروا عليها وما حيرضوا بأقل من كده لكن إذا فطرناه على المناظر الجبيحة دي أنا بأفتكر أنه يعني قال هنخلق جيل مشوه سياريت سياريت نترجم كلامه ده إلى أفضل واقع نحن والله معاولين جدا معاولين جدا على أنه هو المواطن يكون شريك جدا في الحملة دي نعم لغد النظر عن أي شيء آخر نعم الحملة هي أيام وبتخلص يا أستاذ زيمن ولكن المهم يعني القادم كيف برضو ممكن سلوك المواطن يأثر يعني هل في تغييرات هتحصل على الجهات المسؤولة يعني في عربات نفايات هتجي بصورة دورية زي ما كانت زمان شنون هيحصل كيف سيدة المنزل هي تتخلص من أكياس القمامة اللي عندها يعني طيب خلينا نكون أمينين شوية الأسطولة الناقل للنفايات في الملاية في الهيئات الفرعية أقل بكثير من أنه يعني يقدر يعني ينقل كل النفايات الموجودة الآن جارية المتاعي لزيادة الأسطول ده ده من الناحية الناحية الثانية زي ما قلت لك يعني هو المواطن الشريكة الأمثل والأوحد في القصة دي يعني لابد أنه يعني تتوجد حلول نحن الآن نزع كهيئات نظافة الورديات بتحت النظافة يعني شغالة على مدار اليوم 24 ساعة نظام ثلاثة ورديات ليه؟ على فاته أن الناس تقدر تغطي جزء كبير من المدار اليوم وزي ما قلت لك الابتزاع الشافع للولاية أمام ضعف الأسطولة الناقل هو يمكن أن يكون واحد من معيقات العمل التي تواجه الناس طيب يعني دي في الفترة تحديداً الخمستاشر يوم للنظافة والعموماً بعد كده أسا زي ما؟ الحملة دي زي ما تفضلت هي حملة صاحبي لإزالة النقاط الصوداء بالتأكيد هي يعني جراحات تجميلية خلينا نتكلم عن جراحات علاجية هي جراحات تجميلية يعني ما لم نحن نصل لطريقة لاستدامة حدمة المظافة في الولاية فيعود الأمر على ما عليه أنا أتوقع ذلك طيب أسا زي ما يعني أنت عايز شنوء من المواطن في المرحلة المقبلة يعني أنا مثلاً كسيدة المنزل عندي ثلاثة أربعة كياس كبيرة قمامة عايزة تخلص منا أنا حوال دياوين طيب نحن عندنا محطات وسيطة موزعة على نطاق ثمانية كيلو يعني دائرية معظم المناطق اللي بتكون قريبة من المحطات الوسيطة قادة تعمل بنظام الجمع عبر المتاح من العربات نحن فاكشين المحطات يعني بيستقبل أي نفايات بلدية غير طبية بيجينا في المحطات دي يعني عبر التوك توك عبر العربات الخاصة عبر العربات الكارو أنا بفتكر أنه دي وسيلة في أي مناطق يا أستاذ في أي مناطق يعني مثلاً منطقة الخرطوم نحن عندنا الجانب الجنوبي من مغابرة الرميلة عندنا محطة ضغط 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 نفايات منطقة أندرمان عندنا اللي هي المحطة الوسيطة اللي هي بتجع شمال السوق الشعبي عندنا في أمبدة المحطة الوسيطة بتحت الضغط النفايات على كيلو زيرو دي كلها المحطات عندنا نعم في بحري وين؟ أي منطقة في بحري عندنا المحطة الوسيطة والدفيعة ودية الآن بانتظار آليات يعني أول من الآليات بتاعات التصل هي حتدخل في الختمة اللي هي منطقة والدفيعة نعم أضافة لأنه عندنا محطة وسيطة في سوبة وعندنا محطة وسيطة في أبو سعد ومحطة وسيطة في الأندلس ومحطة وسيطة في كرري دين كلهم حيدخلوا بخدمة دين حيدلبوا الضغط جدا وعشان أكون أمين المحطات الوسيطة هي ما مرادل بتاعات معالجة هي عبارة عن منصات بتاعات مناولة يعني العربات اللي بتنقل من داخل الأحياء بتجد فرق في آليات كبيرة جرارات كبيرة وبتنقل على فاس أنه بس أوضح الصورة يعني نعم وست زيمن أنا بشكرك جدا على المداخل أولا وبشكرك على الجهود الكبيرة اللي بتقوموا بيها لمسألة إصحاح البيئة لأنه الموضوع بجد مهم جدا وخطير جدا لأنه بنعاكس مباشرة على صحة المواطن وشايفين كلنا الزبابة الموجود في كل مكان يعني محتاجين وست زيمن لو بتسمح لنا الفترة الجاية ندخل لك على كذا مداخل أو تجد شرفنا داخل الأستوديو محتاجين لحملة إعلامية أيضا كبيرة جدا عشان الناس كلها تهتموا زيما ذكرت مليونية النظافة يعني محتاجين لها الفترة المقبلة لأنه كلنا نغيرين على بلدنا وكلنا عايزين نشوفه هو بأجمل صورة بأفضل صورة أنا بشكرا جدا وإن شاء الله ربا نوفقكم دايما شكرا جزيلا أنا وعبركم أشكر كل القوائد بتاعت الشباب داخل التغيير في الأحياء اللي ساهبوا مساهمة فاعلة في الموضوع بتاع الحملة دية ومناشدت لكم كإعلامين إنكم إنتوا تواصلوا معنا في رفع الجرعة بتاعت التوعية حول البيئة شعارنا كان السودان بلدنا والخرطوم عاصمتنا ياريت ياريت كلنا نطبق الشعار ذا على أرض الواقع وحنشوف الخرطوم جميلة بإذن الله يرجع يتغنى فيها الشعراء والفنانين بإذن الله إن شاء الله شكرا لك كثير أستاذ أيمان بشير تخطيط الاستراتيجي حيئة نظافة خرطوم شكرا جزيلا ربنا يوفقكم إن شاء الله أستاذ عالوية والضحلين الصورة يمكن والفكرة والمجهودة الحقوم أيضا في الفترة المقبلة عايزة من نواحي نفسية اجتماعية شنو المواطن يقدر يتعامل مع الظروف دي حتى طلحت أنا من البيت اللي جيت موجودة الخمامة ما أنا ما حاقوم مش مثلا نجيب الكارو حجالين براي وكزا شنو أنا ممكن كيف أتعامل نفسيا مع الجانب ده وكيف أقدر أربي أولادي بي ظروف أخرى مغاير للوضع اللي هم شايفينه الآن شنو ممكن نعمل في الفترة المقبلة والله إذا أجينا للجانب التربوي أو الجانب السلوكي في البيت يعني نحن نفسيا الحاجات نحن نشايفينها برا تحصل لازم نحن نأقلب نفسنا على الوضع هو وضع غير مقول أيوة لكن نأقلب نفسنا على الوضع على ساس إنه نحن نستفيد من العقبات اللي نحن نشايفينها من الحاجات السلبية يعني كل حاجة يعني الإنسان بتعلم من أي موقف نحن نحتبره موقف تعليمي على ساس إنه نقدر نعلم بينه أولادنا نقدر نعلم بينه يعني أخواننا في البيت الأولاد الصغار يعني التربية عموما نحن نستفيد منه كموقف أو كجانب إيجابي يعني أي حاجة عندها الجانب الإيجابي والجانب السلبي يعني حتى الغمامة حتى السلوكي أنتو تتكلمي عنه الأثر النفسي نحن الحاجة دي نقدر نستفيد منها ونغرس في أبنائنا حب الوطن حب الشارع إنه الشارع ده هو جزء من بيتنا إنه يعني الإنسان بيحكس يعني نفسه الشارع إنت لما نتطلع للشارع بتحكس تربتك في البيت صحيح نعم أنا بشكر جدا أن أستاذ علوية كبأشي اختصاصي نفسي شكرا لك كتير نورتينا اليوم شكرا جدا شكرا لك المشاهدين في كل مكان أيضا تابعونا في حلقتنا ونحن نتكلم عن التلوث البصري البيئي وسلوك الفر ومداخلة كانت طيبة جدا من أستاذ أيمن بشير وزي ما ذكرنا نحن محتاجين لحملات إعلامية كبيرة جدا من كل الشباب يعني ما شرطه هم العاملين في مجال الإعلام فقط عايزين كل الشاشات وكل الإزاعات عايزين كل الشباب الموجودين والنشاطين في السوشال ميديا يتكلموا يحركوا تركيز الناس للجانب ده عايزين نضافه إن شاء الله خلال الأسبوعين لقدام نحن نتكلم عن كلمة التلوث بصري خالص نتكلم عن جمال بصري موجود في شوارعنا نتكلم عن مزهريات وعن جمال عن ألوان هي موجودة في الشارع وصلنا لختام الحلقة بشكل مشاهدين في كل مكان تتابعونا في لحنة ختام بهديوا إليكم لكل اللي يتابعونا ونتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة في الموعد فريق عمل أيضا بكرة بإذن الله يكون جديد معكم المحبة شديدة المحبة شديدة الغرام وردة وأملنا يا جمال يا جمال الحميم مارا يا جمال موسيقى موسيقى المجال طلبنا موسيقى المجال طلبنا موسيقى 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 يا جمال موسيقى 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 الوادي هتستنى يا جمال يا جمال الحبيب يا جمال الميال طلبنا الميال طلبنا الميال طلبنا والسهرنا الشعور فاض بنا والغمرنا يا جمال يا جمال يا جمال مقبرة يا جمال موسيقى 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 يا جمال دنيانا يا جمال الحبيب معنا يا جمال يا جمال دنيانا يا جمال الحبيب معنا يا جمال يا جمال دنيانا يا جمال الحبيب معنا يا جمال يا جمال دنيا